قصفت طائرات صهيونية بطارية دفاع جوي تابعة للنظام المجرم في ريف حمصة بالإضافة لأهداف أخرى بحسب ما أعلن عنه المتحدث باسم الجيش الصهيوني وجاء ذلك عقب إطلاق صاروخ سري مضاد للطائرات باتجاه الصهاينة قال مراسل نهر ميديا أن عنصويني تابعين للنظام المجرم قتل جراء انفجار عبوة ناسفة بالقرب من أحد حقول الغاز جنوب الرقة وفي السياق انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تنقل عناصر للأسد في بادية الشولة جنوب دير الزور أفادت مصادر محلية بمقتل الشاب علاوي الديري من مدينة البوكمال برصاص عشوي إثر اشتباكات بين عائلتين في مدينة الباب شرق حلب شهدت فرنسا تراجعا بأعمال العنف التي اندلعت عقب مقتل شاب فرنسي من أصول جزائرية على يد الشرطة هذا وقالت وكالة رويترز أن ليلة السبت كانت أكثر هدوءا رغم وجود بعض التوترات في باريس ومدن أخرى أحمطت أوكرانيا فجر اليوم هجوما جويا روسيا على كييف وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف أن روسيا نفذت هجوما بطائرات مسيرة على كييف وهو الأول منذ 12 يوما في حين تصادت الدفاعات الجوية لجميع الأهداف المعادية اشتركوا في القناة